أحباء المشاهدين سلام ومحبة لكم جميعا في برنامجكم القرآن دراسة وتحليل لقد تنورنا في الحلقتين السابقتين عن كيف ومتى جمع القرآن ونظرا لأن محمد لم يجمع القرآن ولم يأمر بجمعه فقد تولى أبو بكر هذه المهمة بعدما أشار عليه عمر بن الخطاب ودأنا في الحلقة السابقة أن عثمان ابن عفان عندما وجد اختلافات كثيرة أو مصاحف كثيرة فقام بتوحيد المصاحف بجمع مصحف واحد سمية باسمه وأما براء بإحراج جميع المصاحف الأخر وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن نجاح أو عدم نجاح لجنة عثمان في جميع القرآن أهلا وسهلا بيكم مرة تانية وأهلا وسهلا بيك بضيفنا العزيز الأخ مالك أهلا بيك سلامات بيك أخي مالك الحقيقة أخي مالك الموضوع بتاع جمع القرآن ده شيء جدا وإحنا توقفنا المرة اللي فاتت على الأبعاد السياسية اللي انطلق منها عثمان لتوحيد القراءات فأنا عايزة أفهم أكتر أنا والمشاهدين عن النقطة دي عثمان لما انطلق بمحاولة توحيد المصاحف كان عم بفكر بمسألة أن كل الحركة اللي سموها المسلمين حركة الفتح أو حركة الغزو اللي قاموا فيها باتجاه الدول مجابرة تمت تحت راية الإسلام وبالنتيجة كان في محرك إلى ومفترض يكون القرآن نص فإذا تعددت المصاحف بين المسلمين وتعددت أصحاب المصاحف فهنا رح يفتقدوا العنصر موحد هو القرآن الوحدة نعم المادة اللي بيتوحدن الإسلام والإسلام قائمة على القرآن فمن الطبيعي أني يحافظ عليهم ويوحد المصحف كان بحتاج لمادة واحدة يكون الجميع على ولائلة تعدد المصاحف رح تجعل الولاءات لمصاحف مختلفة وممكن يتفكك الوحدة بين المسلمين الله يمكن هذا السبب اللي خلاه محمد ما يفكر بجمع المصحف أنه هو مستقل ما كان انتقل لمرحلة غزو خارجي ما كانش عنده البعد ده خالص البعد السياسي لأن يكون غزو كان غزو محلي فالغزو الخارجي ما كانش متصور أنه هيصل كل ده الحركة لا أكيد ما كان متصور فتنوع المصاحف أو تنوع القرآن اللي كان مسموء في عهده ما كان هو مكترس إله لأنه ما شعر بأهميته في عهد عثمان كان التنوع إله خطورة إذا كل مجموعة بدأت تقول عنه مصحف هذا مصحفنا الصحيح ممكن بعدين هتتفتت 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 أو يصير صرعات جانبية بالضبط قائمة على إيش؟ على أساس القرآن أعواض ما يكون القرآن هو الأساس اللي بيجمع المسلمين رح يصير الأساس اللي بيضرب وحدة المسلمين السياسية فعثمان بصراحة بإذا كان التقط هالخطر وتوجه لتوحيد المصاحف فكمان لما طلب منهم أني لحظي بالطلب نحن يذكرنا أني طلب من الكتاب الوحي أو بمعنى الجامعية المصحف أن يكتبوه بلغة قريش كمان هذا كان يدل على الزكاة كان فيه اختلافات طبعا من لهجات ونحن طبعا اختلافات تختلف الدرجات من الشدة إلى القلة فكمان إذا كتب المصحف بتعدد لهجات رح تبقى كمان تعدد يعني من الصحف فلا لازم يكتب بلهجة واحدة كمان كان لبعض سياسي خلونا نوحد على لغة واحدة على لهجة واحدة منمنع التضارب بين المسلمين حلق هو ما تختار أن يكتبها بلغة قريش يمكن هو اختارها بطريقة ذاتية كثير أن يختار قومية واحدة أو قبيلة واحدة نعم الحقيقة قريش اختارها اللي بتاعته فهو بشكل ما قلل مش شأن اللهجات التانية ولكن من جانب سياسي كان هو على حق طبعا هناك نقطة ونفكر فيها بعثمان أن عثمان كمان الناس لما كانت تقرى المصاحف في قراء الناس لم تكن تعرف تقرى كان في طبقة القراء هنا اللي كانت تقرى المصاحف هي اللي كانت تقول للناس نحن نعرف المصحف نحن في ذاكرتنا نحن قادرين نقرأ نشرح الكونيان هذولا يبدو صاروا موجودين في كل البلدان صاروا موجودين في العراق وفي الشام وفي المدينة وذكرنا أني بالحلقة الماضية كيف في المدينة كان يتصارعوا معلمون صبيان حتى كفر بعضهم بعضا فهذول شكلوا على ما يبدو الطبقة على خطورة الطبقة مهمة أن هي تجيد لغة أو بمعنى النص المقدس أو النص اللي الناس تعتبره هو نص مقدس فبالنتيجة هي طبقة يبدو صارت خطيرة احتمال يكون عثمان شهر بخطورة هالطبقة وقال لنفسه هالطبقة كلما لعب تقوى وتزداد نحن ممكن تزداد وتتحول لحزب والطالب بمطالبات سياسية الطالب بانتقال الحكم من يعني من الفرض الخلافة إلى لمطنة بيحددوا قايمة على أساس هالمرة الطبقية الطبقية القراء في ملاحظة أن نحن نعرف شغلة أن عثمان يتهم في كثير من قبل المسلمين أن كان ضعيف لهذا السبب أنه كان يحاب أقرباءه ويتهاون في أخذ أموال من قبل أقرباءه في عنا رأي حلو كثير دي دي تفيد في أي في الموضوع النقطة اللي قلتها دلوقتي لا هو قال لك لشهر رح تفيد أنه ليش أني كان ضعيف يقال أني كان ضعيف ولكن يبدوني هذا الرأي أني كان ضعيف ليس صحيح ودلل أنه حارب بشدة لتوحيد القرآن هذا يدلل أنه لم يكن ضعيف وأن الصورة أنه كان ضعيف يبدون المسلمين السنة بالتحديد صار يقولون لنفسهم أني عثمان كان ضعيف فتاة السنة والشيعة لا السنة فتاة السنة معقرباء هنا كان قلبه طيب وشخص منيح لكن كان ضعيف مقادري يوقف بواجه الأمويين من طيبة قلبه فلها السبب كان في عصر فيه مفاسد فيه استئسار بالثروات والسلطات فيه السلطات متركزة بأيد الأمويين فهو وصفه بالضعيف هو ليس للتقليل من شأنه من جانب السنة ولكن تعطيه مبررات أنه ليش في عدو كان فيه مفاسد فأنا رأي أنه لا أني مفتعيا مو كان ضعيف طريف هذا لشخص سكرناه بالمرة الماضية اسمه كايتاني هو المستشرق إيطالي بيقول أني شخص المؤرخ إذا كان حيادي فبيشوف أني عثمان فعلا أني هو ما كان يعني شخص ضعيف أن يتصرفه بحرق المصاحف كان بي وجهة نظر كان غايته قطط طريق على الفوضى العقائدية بين الناس اللي ممكن تهدد المجتمع الإسلامي فمن خلال اتخاذ خطوات قوية لتوحيد النص أن الإجراء الذي قام به عثمان كان جذريا جريئا وهو ينهض على الضد من السماء أنه كان ضعيفا تخيلي يعني هو بيدلل أنه فعلا ما كان ضعيف بالعكس كان عنده شكيم قادر حقق بالزبط بالزبط وبنتيجة كل المفاسد اللي قلت في عصره ومو عن ضعف يبدو عن سابق إصرار وتصميم منه إلى أي درجة نجحت لجنة عثمان في جمع المصحف أو يعني ممكن تقولي العيوب العيوب اللي كانت في المصحف العثمان خلينا نترك الكلام لعثمان نفسه هو بعد ما شاف المصحف جاهز وبين إيدي شو بيوصفه عجبه قال هذا مصحف تمام مرتب عثمان لما مسك المصحف كان تعليق الأول أن فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها أنه فيه أخطاء نحوية ولكن الناس عفيا رح تصلح الخطأ ستقيمه العرب بألسنتها يبقى أن المصحف ده فيه لحنا يعني فيه خطأ فيه خطأ بالقواعد بس بس الناس هي اللي هتصلح بأثناء قراءتها أثناء القراءة هي اللي هتحل المشكلة اللي هي موجودة يعني لما أنا بكتب شي بجملة مكتوبة بالنحو الغلاط وأنت لما بتغذية بتقرية فأنت رفوراً بتصححي أثناء قراءتك أو إذا في خطأ طباعي أحياناً بالزبط فأنت بتصححي من دومة يعني عفياً بتصححي وبتابع بيقول لو كان الكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا يعني أقول لو كان عنا شخص يمكن شاركنا من ثقيف ما كان عنا الخطأ هذا بيقول يمكن يخلينا نسأل وليش فلما استخدم كتاب من ثقيف لك حتى يتجنبوا الخطأ فأسما ثقيف قبيلة موجودة في مدينة الطائف أو بلدة الطائف وكان مشهورة يعني أنه في عند أصحاب فصاحة وهي القبيلة اللي خرج من الحجاج ابن يوسف الثقفي نسبة له الثقيف يعني هم الناس دولة هم لو كانوا هم اللي أقاموا شاركوا شاركوا في جمع القرآن وهم بيجمعوا كانوا صلحوا أخطأ كتيرة فما كان صارعنا الأخطاء الموجودة وفي مرة من مرات قرأ على ما سامعوا آية من سورة الطهة آية 63 قالوا أنها ذاني لساحران أي هو مفترض إن له هذين إن هذين هذين مهذان ليس أحران فهو شو لما بيقول أني هذا فيه غلط هو اقترح عليه الحول أنه لازم صلحة يعني هي مكتوبة غلط فقالوا له تعاون يعني صلحة فقالوا لا خلاص ما في داعي يعني قالوا ندعوه مشيها كده مشيها فأنه لا يحرم حلالا ولا يحلل وحراما يعني خلاص وهو ما يعمل مشكلة لعب بيعمل الحلال حرام ولا الحرام حلال فخلاص ماشي يعني ماشي غلط ماشي غلط هذا التعليق عثمان أن المصحف من ناحية اللغة ليس سليم يعني هذا التقييم الأول إله عثمان مع ذلك يبدو يشاف أخطاء أكثر من أنه يتحمل ففي عنا بعض الخصص أنه صلح بعض الأماكن في صورة البقرة كان مكتوب لم يتسنى النون بالشدة فأضف للهاء فصارت لم يتسنى أضف للهاء في البقرة 250 عشان الناس تعرف تقرأ كويس تماما وبالروم 30 الآية 30 بيقول ولا تبديل للخلقي الله شاف هيك فاش فلاهك اللامين فمحا اللام حتى تصير لا تبديلها لخلق الله محا لام صلح لام حط لام حط لغا لام هي الأول نية هي لامين للخلقي للخلقي فاش اللام عشان تبقى مزبوطة أكتر في النطر في نص ثالث في صورة الطارق الآية 17 فأمهل الكافرين صلح فمحل الكافرين صلح بعض الأمور هاي حسب الروايات فالعثمان نفسه أدرك عيبين عيب اللغة وتجاهلوا والعيب اللغة فما تجاهلوا يبدوك شافوني غير مقبول يعني يتركوا زي إنها زانة لساحرة فهذا العيب اللي عملته اللجنة نتيجة الإحمال أو نتيجة يعني ما عنده مستوى عالي من من الخبرة اللي بتأحلى لنتعالج نص أو تكتب نص في عنا عيب ما مرتبط باللجنة مرتبط بظرف التاريخي لهذه الأيام كانوا الناس ما عنده تنقيت لا عنده نقطة لا عنده تشكيل فلما كتبوا المصحف كان بلا تنقيت فصار الناس لما لازم تقرأ لازم تقرأ وتتخيل هي التنقيت فإذا رحنا على كلمة واحدة كلمة بلا تنقيت هي ممكن الناس يقرها يعلمه أو نعلمه أو تعلمه أو بعلمه كلمة ممكن بلا تنقيت تقبل على الأقل أربع قراءات محتملة هذا النص اللي ما فيه تنقيت هذا الإشكالي الثاني فيه أني معناتها أنا لما كتب نص بلا تنقيت وفرطته عن الناس كمان نص رح تأخذوا وتقرأها بشكل مختلف لأنه هي رح تقرأها حسب تقديرها للكلمة أو حسب ثقافتها للكلمة ولهذا السبب حتى لما وحد عثمان المصاحف كان لكل قارئ كان بيختار القراءة بظنة صحيحة وتناسبة ورغم أني كل واحد بمزاجه بتقديره بتقديره بذوق شايفها زي دي طول فضحيك دي نقطة فوق دي نقطة تحت نقطة هو كل واحد وتقديره صحيحة فبالنتيجة هو بقية المشكلة يعني حاول هو يحارب القراءات ويوحدها ولكن ما نجح لأنه اللغة كانت ما بتسمح له المستوى المعرفة لمجتمع ما بيسمح له أكثر من أن يكتب بلا تنقيد وهذا اللعيب الثاني في المصحف العثماني أنه كان بلا تنقيد وبالنتيجة بقية الناس تقرب قراءات متعددة يعني محلش المشكلة لا أخطر من هيك أنه ليس محل المشكلة المصحف العثماني نفسه صار قابل لقراءات كثيرة صار قابل لقراءات كثيرة مثل هذا المثل يعني بعد ما حرق القراءات الثانية عشان يوحد يوحد المسلمين على قراءة واحدة ظهر عيوب جديدة وهي العيب الأولاني أنه كانت الكتابة ما تمش بالتنقيط دي نمر واحد فكل واحد كان بيرى بالطريقة اللي هو شايفها اثنين هو نفسه كان بيشوف فيه ألفاظ أو كلمات ممكن تتصحح لكن كان بيعديها لأن لا تحل الحرامة زي هزان هزان لساحران لساحران فقالك نعديها وهي تاني فمرة تانية هو بدي تخلص من القراءة فيبغوها طبقة القراءة كانت موجودة يعني تمت الأهميتها أن هنا لازم يقروا يعني هنا المحيدين القادرين يقروا لاحظ أن النص اللي بلا تشكيل بده ثقافة بده تعلم الإنسان يعني أنا لو تعطيني النص ما فيه تقيض وما حدا أراني سابق يمكن أفشل في قراءته أو تحط تصوراتك أو خلفيتك أو ثقافتك تقديري الكلمة الصحة أو خطأ فالنتيجة هو مسالة محاربة القراءات مو بس فشل وحتى ولد احتمال قراءات أكتر يعني بالزبط فهذا العيبين اللغة بخص اللجنة والطنقيت والطنقيت هي بخص المرحلة المرحلة ما تسمح بطنقيت لسا ما كان نعمل حلقات على الموضوع الخرقات صحيح لازم نعمل حلقات لازم نعمل طيب أنت قلت أن عثمان أمر بحرق المصاحف طب إيه مئة ممكن تقولي أسماء المصاحف دي بالإضافة لمصحف حفصة اللي عرفنا شو مصيره صار الحرق ففي عنا مصاحف كثيرة والأشخاص مهمين على الأقل عنا اسم 12 مصحف مسكور في المصادر الإسلامية عنا مثلا من أصل 12 مصحف خلينا أقول لك أسماء المصحف لناس كثير مهمين مصحف بخصص عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس هذا يعني بمعنى اسم علم ما نعرف شو صار مصحفهم مصحف أبي موسى الأشعري أشعري مصحف أبي بن كعب بن كعب مصحف عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود مصحف عائشة يا مصحف علي ابن أبي طالب مصحف عائشة علي ابن أبي طالب أن مصحف عبد الله بن عمر يعني هو بمعنى ابن الثاني للخليفة ابن عمر بن عمر وفي حالة مصحف لأحد زوجات محمد أم سلمة أم سلمة طيب دول الثمانية هناك أكثر حاليا في المصادر على الأقل مسكولية 12 في كتاب المصاحف وكتاب المصاحف القائمان السجستاني وفي متوسق أكثر في إحصاء كتاب نلدقية تاريخ القرآن فهذه من الأصل 12 مصحف نحن ما وصلنا ولا مصحف ما فيش في إدن حك أبداً مصحف عبد الله أباً مسعود تم ساري بالكوفة بالضد من رغبة عثمان تم ساري حتى ايه؟ بالضد من قرار عثمان عكساً عن قرار عثمان يعني أنا ما ثمتش للجملة يعني مصحف عبد الله أباً مسعود بقي في الساري ساري في الكوفة رغم أني عثمان أصدر أمره بحرق المصاحف بقية المصاحف اللي بتسكن المصادر ما منعرف إيش مصيرها وحتى في عنا أسئلة هل كتبت قبل قرار حرق المصاحف أم بعده؟ نحن ما عنا نحن ما منعرف إيما تكتب باستثناء مصحف علي في مقولة أني طبعاً كتب في أول مصاحف هذا منستثناء المصحف في النقاش فيه كل المصاحف نحن ما منعرف إيما تكتبت قبل قبل الحر أو بعد الحر أم بعد الحر ولكن اللي منعرف إن شاء الله هو أني كانت موجودة وله فترات مقبولة يعني مثلاً مصحف عقبة بيقولوني حتى 300 هجري كان متوفر هذا مصحف شخص عقبة بن عامر عقبة بن عامر فهذا حتى المصحف كان متوفر حتى عام 925 ميلادي يعني بعد 300 سنة فكانت متوفر هذا المصحف هذا نحن ما منعرف مصير هالمصاحف أنها ترى ضعت مع الزمان أم وطلفت عمداً ما أرينا أنه بالذات أدو الحرق وطبعاً عنا الجيل الثاني من المسلمين بعد الجيل علي ومعائشة كمان عنا فيه أسماء مصحفة كثيرة كمان للناس أصحابها هلو كلهم مصحف كانت موجودين ولكن ما لأي أثر يعني حالياً ما بنعرف شي عنا ما بنعرف من راحات فقط عنا فيه مصادر القراءات قراءات جزئية لهالمصاحف نحن أبداً ما عنا الشيء يعني بهالمصاحف طبعاً أنت تكلمت على مصحف أباية بن كعب والناس دول دولة هنبقى نتكلم عليهم بعدين بالتفصيل أكتر الحلقة مش هتكفي كل ده طيب احنا بنفهم أن القرآن الحالي مش هو القرآن اللي زي آله محمد بالطريقة دي صحيح لأنه إذا قلنا أني في عنا نسخة حفصة ويقال أني فيه أني مخافة حرق لأنه مخافة أن تكون مختلفة عن نسخة عثمان نسخة عثمان وعثمان كتب نسخة وكان الناس عبتجمع منها وكان بلا تنقيت ولما استمرت القراءات موجودة والناس عبتصل حتى مصحف أسماكن عبتقرها بشكل مختلف وعبتتصارع على صحة القراءات فهذا بدل أن المصحف اللي بأيدينا الآن أكيد مو نفسه طبق الأصل عن المصحف بمعنى عن الوحيد الذي يلفز إلى محمد في أحدهم فيه اختلافات فيه وأكثر من شيء تعدد المصاحف بمعنى هون زيادة صورة هون أقل صورة هون زيادة آية هون أقل آية هذا بيأكد أني نحن المصدر الأول غير متوفر بين إيدنا فمن الطبيعي أني نحن نتوقع يكون أني المصحف الحالي هو أكيد مو نفس المصحف هناك ناس باحثين معاصرين لما درسوا المصاحف ووجدوا مثلا خدي مثال مثلا مخطوطة صنعاء مخطوطة صنعاء اكتشفت أول مرة مخطوطة مخطوطة صنعاء تم اكتشافها بـ 72 وتم إجراء على أبحاث بعدين لما صار يغضون مننا صور ونسخ والأبحاث تخرج للعلن السلطات اليمنية منعت الناس المستشرقين من يصلوا للمخطوطات ورغم أنه كان في أهم شخص ماهر في المخطوطات هو كلف بالمهمة من قبل السلطات اليمنية اسمه أبوين هذا الشخص لما بدت أبحاثه تخرج للنور جزئيا منعه فحسب الأبحاث الأولى اللي نشرت اللي نشرت طبعا بتقول عن نشخة عن المخطوطة المخطوطة اليمني التعريف اللي يصار بالإعلام متوفرة عن مخطوطة صنعاء وبعدين يصار تعريف بالعالم يعني كله يحكي عن المخطوطة واني شوف محتوىها فالتعريف عنها بيقول أني أكيد أن القرآن بأيدينا مش زيدي زيدي فيه اختلاف فيه اختلاف تماما بنانا هذا الموضوع لما بديت المرتفع ده العلماء اللي قالوا كده هذا بنانا الدراسات عطت قناعة بأن المخطوطة صنعاء تشير على أني النص الحالي فيه اختلاف عن نص حتى عن نص الاسمه يعني اللي بيخص قرآن محمد فيه أحيانا نحن عنا مستشرقين بدراسة للقرآن عنده فرضيات حلو لوحد يسمعه مو بضرورة يكون يعني يقتنى فيها فعنا باحث اسمه جون وايسبرو هو أمريكي عمل مجموعة من الدراسات عن القرآن وتوصل لقناعة وهذا ممكن في المستقبل نتطرق لشون مواد اللي اكتشف فيها هذا جون وايسبرو بيقول أني القرآن الحالي مستحر يكون القرآن لإسمه كان المحمد أني تقديره الشخصي أني أنتج وغايد صياغته وأنتج بشكل نهايه بعد قرنين أو حتى ثلاثة من وفاة محمد بمعنى القرآن الحالي أنتج بشكله الحالي وتعدل وتغير وصار كله مختلف وأنتج بشكله النهايه بعد مئتين لتلاتمئة سنين هاي فرضية طرحة هل حط الدليل على كذا؟ لا وعنده مجموعة كثير من الأدلة وهذا جدير أن الواحد يتناوله في موضوع مستقل لأنه فرضية هل هي الفرضية للعلماء فالعلماء تحمسوا ببطء أقل يعني أنا اللي بظن أني نحن عنا يعني في المحيط عنا مخطوطة صنعة ففي محيطنا هذا الجالسين فيه يعني واحدة فيهم لا هذيك تعملني هذيك الأخت فرحة آه أنا مشايفة كويس لا بس هذيك الصورة الحلوة هي جزء من مخطوطة صنعة وهاي من محظوظي يعني إحني في جوار أحد أقدم مخطوطات الواحد ما لازم يقارنها بينها وبين القرآن دي موجودة على الإنترنت أو يعني لا هي مو متوفرة على الإنترنت مش موجودة بس هن أكيد هتحطوها في يوم من الأيام ده تم بمعنى فيها هيئات يعني هيئات وهي بتقرر أنا حد هيئات علمية تنشر موضوع تنشر وبين السياق بس أنتو لما قرنتوها بالمصحف اللي في إيدينا شبهها شبه المصحف لا طبعا في اختلافها طبعا في اختلافها يبقى الراجل دهوات بيقول اللي هو العالم ده لي وجهة نظر هو بين هو اللي هو دور أساسي في المخطوطة أما وايسبرو اللي هو وجهة نظر أكيد لأنه هو اللي هو اكتابين أو ثلاثة هنا أثاروا نقاش عريض جدا وواسعوا مهم ونقاشته أني أنتج القرآن بعد 200-300 سنة يستحق السماء وحتى لو ما وفقت عليه وحتى أنا متحفظ على هذا الطرح ولكن برأي يستحق لأنه أكيد يمكن يكون إذا ما كان كله منتج بعد 200 سنة أكيد أضيف له أجزاء بعد 200 أو 300 سنة فالاكتشاف هي كمخطوطات مثل مخطوطة صنعة بتخلي القارئ أحيانا يعرف يرجع للنص الأصلي اللي كنته في القرآن واحتمال إذا عرفوا النص الأصلي يزيح الطبقات اللي يضيفت على القرآن ويصل للنص الأصلي اللي أعلنه محمد للمسلمين فهذا البرنامج رح تكون تشجيع للناس وتشجيع يعني للبحثين إن يكتسبوا الجراء أكتر بيقولوا لا يا باحثين الناس عبتشاركون المعلومات على الهواء رح تتعلم كثير أمر على الهواء فأنتوا تطوروا اكتبوا علمونا وخليهم تعلم وعسى على هذا البرنامج يشجع أكتر للوصول إلى الطبقة الأولى اللي من القرآن أو النص الأول من القرآن اللي المسلمين سمعوا أول مرة وحتى ممكن نعرف كما كيف القرآن زيد عليه أو نقصه منه خلال 14 أو 15 قابل أنا مبسوطة جدا طبعا بس ممكن بسرعة بسرعة نلخص في الختام في الختام الجمع من محمد العثمان بسرعة نقط بسرعة طبعا لأن صار لوقت يداركنا بسرعة بس النقاط أني محمد ترك أجزاء مكتوبة ولكن غير كاملة وما أصدر أمر في الكتابة أبو بكر وعمر كتبوا احتمال ولكن مادة أرشفية لذاتهم أكيد هي ملغية منها كان فرضا على المسلمين كان نصر رسمي عثمان اتحرك لأنتاج نصر رسمي خوفا من الانشخاق السياسي بين المسلمين وكان قراره جريء بعبر عن قوة وشكيمة وليس عن ضعف ولكن هذا القرار الجريء خسرنا نصوص ثانية القراءات بقيت بعد عثمان لأنه ما فيه تنقيض والقرآن أنتج بالشكل ضعيف المسلمين بقوا يحاربا مدى سنوات قرون حتى حققوا نص نهائي يعني يغض موافقة من نص معياري ورسمي الحقيقة أنا عايز أقول بشكرك جدا أخي مالك وحنكمل وتوعدنا أن احنا هنكمل في الموضوع ده أخواتي أحباء المسلمين أنا يعني بحب أقول لكم من المعلومات دي حاجة مهمة جدا هتكتشفوا بعد كم حلقات كتيرة والبحث اللي احنا عاملينه أو اللي عاملينه الباحثين أن الكرآن ده أو المصحف ده مش هو اللي قاله محمد زمان والآية اللي بتقول إنها نحن نزلنا الذكر وإنها له الحفظون هنبتدي نفكر فيها مرة بعد مرة بعد مرة شكرا جزيلا سلام المسيح ليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أفضل اشتركوا في القناة